في محاولة أخيرة لجذب الزبائن في اليابان تروج سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة لبطاطا مغطاة بالشوكولات ماكتشوكو بوتيتو بعد سلسلة من الفضائح بينها العثور على سن في إحدى الوجبات يبدو أن ماكدونالدز اتخذت إجراءات صارمة في مجال الإدارة وتقترح منتجات جديدة على المستهلكين لذا جئت إلى هنا لأتذوق هذا النوع من المنتجات التي لم تكن متوافرة من قبل وقد زاد عدد المستهلكين في كنون الثاني يناير للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات على رغم أن البعض ما زالوا يشككون في صدقية الاستراتيجية الجديدة لا يزال لدي شكوك منذ الفضائح لكني أقصد المطعم من وقت إلى آخر وتمر ماكدونالدز اليابان بمرحلة صعبة وتعرب الشركة الأم الأمريكية عن استعدادها لبيع حصاصها فيها بعدما كان العام 2015 الأصعب في تاريخها في اليابان بعد سلسلة من الفضائح التي شملت العثور على لحوم منتهية الصلاحية إضافة إلى سن وأجزاء بلاستيكية في أطعمه